مرحبا بتمنى تكونوا بخير وسلام وأمان وين ما كنتوا عم تسمعوا طائط حب مر أسبوع على أربعة قاب ببيروت وهيدا التاريخ رح يضل عنده وقع كبير بحياتنا وذاكرتنا وذاكرت كل من شافوا سمعوا شعر واضضرر من تفجير مرفق بيروت ثلاثة سنين مرقوا بهيدا النهار اللي مرق كل حدا مننا داخل بيروت داخل لبنان بالدول المجاورة لبيروت بكل الدول القريبة والبعيدة شعروا بوطئة التفجير لأنه لا الصوت كان عادي ولا الشعور ولا المشهد خلال وبعد التفجير كان عادي يمكن حكيت كتير بالسابق عن هيدا الموضوع وتبعاته على كل حدا مننا وقدامهم كانوا بعده من الضرورة مهم نعبر عن اللي شعرنا فيه وعن شو عافينا من خبايا مطمورة بالداخل الناس تتغير كتير حياتها بعد الحروب والتفجيرات والنكبات والمصائب كلنا منحكي فترة ويمكن منرجع نسكوت فترة أو من شدة القلم أو الخوف أو لأنه تعودنا أو لأنه قلولنا شده حالكون أو لأنه في مسؤوليات الحياة ما في وقت للجلوس مع صدماتنا والنتيجة على طول بتظهر بعد فترة بسلوكياتنا وردات فعلنا ويمكن أمراض اللي بتبين بجسمنا من طاقة حب اليوم مش بس تحية سلام لروح كل اللي غادرونا بأربع أب خلال وبعد التفجير بأيام وأشهر أو حتى بعد سنة أو أكتر تحية حب كمانا أكيد لعائلاتهم وأصدقاءهم بأربع أب الأسبوع الماضي فضلت كن عم بلتزم الصمت ووسط كل شي عم بيصير من تراشق انتهامات من تقسيم من شمات بالموت من ناس استغلت هيدا نهار إعلاميا أو حتى فنيا كل حدا كان عم بيعبر على طريقته احتراما للمشاعر الحقيقية للناس فضلت إنه كن بطاقة حب ببودكاست بكل حب نكون صمتين الأسبوع الماضي وبس نكون عم نرسل حب وكمانا بعد أسبوع عم تطلع هيدا الحلقة لكون بس عم بذكر الناس إنه مش بس يوم أربع أب منحط صور منحط شعر منتذكر إشياء بغض النظر أكيد الناس الموجوعة وكايت عم تتذكر بشكل حقيقي بس الناس اللي كايت عم تستغل إعلاميا وفنيا وتاني يوم نرجع مننسى كل شي عم بحكي عن الموضوع بعد أسبوع لضلني عم بذكر إنه هيدا الشي رح يضل مرافقنا مهم نكون عم نعرف كيف نتطلع له بوعي وكيف نختار على وقتنا وعلى راحتنا التشافي من اللي صار اليوم بعد ثلاث سنين حابة كمان أكون عم نبعد تحية حب كبيرة لكل مين تبدلت حياته بعد أربع أب الناس اللي يمكن انتست وما حدا نحكي عنها أو هي أصلا ما بدأ تطلع على الأعلام ومش بمحل بدأ تكون عم بتسلط الضوء على ألمة وعلى وجعة الحب هو للناس اللي دخل تغيبوه به وبعدها لليوم بحال تغيبوه به في عائلات من حولها عايشين على الأمل وكل شي بحياتهم تبدل وتغير الحب هو للناس اللي تعرضت لإصابات وجروحات بجسمة والضرريت وهيدا الضرر غير كل ما صار حياتها يمكن فقدت شغلة يمكن إذا أب معاد قادر يشتغل أو يلعب أو يركض مع ولاده يمكن إذا أم عادت قادرة تكون متواجدة مثل السابق يمكن إذا أبن أو بنت ما بقادرين يكونوا مثل السابق مع عيالهم أو أصحابهم أو يمارسوا ويتابعوا عملهم ونشاطاتهم ورياضة اللي بيحبوها الفنون اللي بيحبوها أو أي تخصص كانوا بديوب الحياة أو بيحبوه أو كان عندهم طموح يكونوا عم يبدو فيه حياتهم وأحلامهم وطموحاتهم كلها تغيرت واللي من حولهم كمانا عم بعيشوا هيدا التغيير أو طبعات هيدا التغيير والألم اللي ناتج عنه صحيح الحياة مبتوقف وصحيح بقوة الإرادة والإصرار بيقدروا يتحلوا بالأمل والعزيمة ويحولوا الإشياء لطاقات تانية برنائة ومع طاقة أكتر ويا ما شفنا ناس بعد الحروب طلعوا بقصص كبيرة من واجعهم بالرغم من كل الضرر الجسدي بس كمان بدنا نكون وقاعيين وحقاويين وإنسانيين ونعطي مساحة حب لكل شي بعيشوها الأشخاص من الداخل من مخاوف من غضب من سراعات من أحساس بالذنب إنهم غير كافيين بقى لأنه لنفسهم أو للناس اللي حوليهم لأنه حياتهم تغيرت لأنه يمكن فقدوا أطراف من جسمهم ما بقدرين يشتغلوا ما بقدرين يكون عندهم مدخول مادة أو مردود مادة أو يكونوا عم بيحققوا أي شي بحياتهم كل هالقصص فيه ناس بتطلع منا بقوة وبعزيمة وفيه ناس بتضل موجوعة فترة طويلة فيها وفيه ناس بتحس بغضب وبكرهية وبرغبة بالانتقام فيه شوي من كل شي نحنا واجباتنا نكون عم نعطيهم مساحة ونسمع لهم بحب لكونوا عم بيتخطوا الوضع الصعب اللي هن فيه بحياتهم بعرف من كتير أشخاص قريبة أدي حيات العيلة كلها بتتغير بس يكون فيه إصابة كبيرة بتطلع بعناية طويلة ودقيقة طاقة حب لقلوبكن جميعا حابة تقول من خلال طاقة حب أنه أنتو مش لحالكن ولو مش حداً عم بيسمعكن أو عم بيشوفكن أو يمكن شبهي منسيين أو يمكن أنتو وحدكن بألامكن اليومية بنهاركن وبمساكن أنتو مش لحالكن وطاقة حب كبيرة لقلكن الحب كمان للناس اللي تضرر يتبيوتها وأماكن عملها وقصصها الخاصة الناس بتقول أوقات بالرزق ولا بصحابه باللبناني بيقولوا يعني إذا تضرر الرزق أو أي شيء من امتلكاتنا أنه بسيطة بيتعود بس إذا الشخص راح ما بيتعود بس بالنسبة لهو العالم يمكن هيدا الرزق كان ميسر كل حياتهم ما فينا نقلل من ألمهم ولا فينا نكون عم نقلل من أي ألم على حساب كيف كل حدا مننا بينظر للحياة يمكن منقول هالجمل اللي نخفف وطئة الألم عليهم أو نعطيهم أمل أو يشكروا نعمة الحياة يمكن صح وهيك من منظورنا نحنا بس من منظورهم هنه ما قادرين باللحظة ذاتها يشوفوا هالشي ويمكن في منهم من قلبهم بيشعروا بنعمة الحياة الجديدة بيعتبروا اللي صار كان هزة داخلية كبيرة للتغيير في ناس حسيت انك تبلع عمر جديد في ناس بعد فترة يمكن بتوصل بهيدا الإدراك إنه صار هالشي اللي يكون عم بيخده على مكان أحسن بحياته وفي ناس بتضل كل حياته واقفة عند هاي الخسارة من هيك على طول منقول كل حدا نقصه وحكاية ما فينا نعمم ولا نفرض على الناس شو تحس وكيف تتعاطم على اللي بتواجه بالحياة نحترم ونعطي مساحة ودعم وحب هو أفضل شي ممكن نكون عم نعمله في ناس أوقات بتقول يا رات ابني راح وإجريه أو يعني نبتره قدميه بس بقي عيش جنبه أو يا رات فقط كل شي وضل عيش وناس متضررة جسديا بتقول يا رات نمتت وما بقيت عيش هيك أو على قيد الحياة بهالطريقة وهيدا عن جد بدل قدي لوقت الألم ولا ممكن نقدر نكون عم نقارن لأنه كل حدا بيكون عم بيشوف ألمه من طريقة ومن منظار فالحب اليوم هو لكل هالناس اللي تبدلت حياتها وحياة عيالها نتيجة كل اللي صار والحب لكل الناس اللي نفسيا بعدها متأسره اللي كل ما بتسمع صوت صغير أو كبير بترجع بتعيش لحظة التفجير وهيدا الشي بعدني لليوم بعد ثلاث سنين بسمعوا بكتير جلسات وسمعتوا كتير بعد الهزات اللي صارت بالشطة هالسنة الخوف كان عند كتير من العالم أنه عم بعيشوا تفجير جديد لأنه فعليا وقت تفجير المرفأ أول شعور كان عند كتير من الأشخاص أنه فيه هزة أو زلزال كبير عم بيزير وبعدها اجت الشوك ويف والصوت اللي سمعناه ولا بعدين فهمنا شو اللي صار وهيدا الشي بدل قدي بعدها للتراومة موجودة بالداخل وجسمنا وذاكرتنا بيخزنوا كل هالأصوات والمشاعر ومن هيك على طول مندع الناس تحكي وتعبر وتشوف أماكن آمنة عند متخصصين كفؤين يكونوا عم بيساعدونه أما نحنا كلنا وشو تعلمنا من كل اللي صار بتمنى نوصل لمرحلة ما نعود بحاجة لكوارث توحدنا يمكن صار كتير كوارث آخر ثلاث سنين مش بس بلبنان عالميا وشفنا كتير أوجاع وقلم وموت وفراق وانكسامات من كل الأنواع صار الوقت نكون عن جد عم ننظر داخلنا ونسمح لحالنا نطلع للألم ونعطيه مساحة ونسمح للتشافي ياخد حيز أو مساحة على قد ما نحنا بحاجة لو سنة لو سنتين لو قد ما نحنا بحاجة نسمح لنفسنا نطلب مساعدة نحكي ونعبر من دون خجل وخوف وعار مش عايب نكون تقلمنا وخفنا وغضبنا من التفجير ومش عايب يكون عنا ترومة ومش عايب نكون فائد فينا صدمات قديمة وصار الوقت عن جد نكون عم ننظر له صار ضروري كتير اليوم نسمح لنفسنا نغوص داخل إنسانيتنا ونعرف إنه بالنهاية كل واحد بالرغم من كل اختلافاتنا وهيدي الاختلافات بلحظة واحدة بتزول لتقربنا من جوهرنا ومن روحنا ومن إنسانيتنا نحنا ببلد مر عليه كتير من الحروب والمجازر والقتل والتقسيمات عم بحكي من مئات آلاف سنين مش عم بحكي بس آخر 40 سنة أو من حرب 75 اللي فعليا كانت هي بادية قبل هيك بكتير نحنا بمنطقة بحاجة لتنظيف طاقة وكارمة عميق جدا 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 المنطقة صار فيها كتير دم وقتل وانفجارات ومدابح وحروب وتصفيات واختيالات وكرهية وحقد دفين ورغبة بالانتقام بدل التصحيح وهيدا الشي منشوفه كل ما يصير أي قصة بالبلد كيف الانكسام دغر بيحصل اليوم في ناس بتقل لي إنه ما في شي باللبنان ماشي الحال تمام الناس عايشة وعم تصهر والمطاعم والشلهات وأماكن السهر والفنادق والمنتجعات كله مليان وكله عايش صح فيه جزء كبير والناس بدأ تعيش وبدأ تكفي حياتها وفيه ناس جاية من خارج لبنان سياحة أو مختربين جايين أو من الداخل فيه ناس حابة تكون عم بتصيف ع طريقتها ونحنا ما شغلتنا نكون عم نحكم بس كمان يمكن يكون هيدا جزء كبير فشة خلق هروب لجوء تأكله من قران أو تعوده فيه ناس بتقول ما فينا نضلنا عم نبكي من هيك ما نتسرع ونحكم على بعض ومتل ما دايما نبقول كل حدا مسؤول عن طاقته وعن ماله وكيف عم بيصرف أمواله ومن وين عم بيصرف ومن وين ما تخوله وكيف عم بعيش نحنا ما خصنا إذا عم بيزعجونا نشوف داخلنا نحنا شو اللي عم بيزعجنا الناس بالآخر حقها أنها تكون عم بتعيش وتفرح وتصيف والصيف هو مساحة للفرح وللاحتفال لهالشي إذا عم بعيشوا بشكل حقيقي أو هالشي قصتهم منا حالة عامة مشكلتنا نحنا أنه نكون عم نحكم وعم نعمم وأوقات مننبهر ومنتأثر سلبيا بقصص عم نشوفه ومنصير عم نفكر كل شي عم نشوفه هو جاي من مصدر واحد وكل الناس قصصة مثل بعضة فعطول نتذكر أنه كل حدا قصة وحكاية ومراية لشي جواتنا في ناس بتقلي أنا عم بيشتغل كل السنة خارج لبنان وجمع مصاري وإجي قضي الصيف حد أهلي وأصحابي بدي أتسلى لأنه أنا كل السنة حابس حالي أو حابس حالي بس عم بيشتغل ما عندي علاقات ما عندي أصحاب ما عندي أي شي بيجي على لبنان لا أتنفس في ناس بتقلي أنا عم بيصهر وروح وإظهر وعيش بس أنا مني مبسوط وأنا بحالة هروب دايمة في ناس بتقلي أنا من وقت التفجير عم بهرب من خلال أي شي يمكن بالدوى يمكن بالمنوم يمكن بالكحول في ناس بتقلي أنا ما برجع على البيت إلا بس لنام بضلني عم ضيع وقت كل نهار بلحي حالي بالشغل برياضة أي هواية زيارات بسوق مسافات طويلة لحتى أتعب وإرجع على البيت بس لكون عم بنام وفي ناس بتقلي بصير عم فتش على النوم بس لكون عم بغمد عيوني وعم بنسى وفي ناس بتقلي أنا مش أنا بعد أربعة في شي فيه أو داخلين كسر وما عم بعرف حالي ما عم بعرف إرجع لقي حالي أو حتى ما بقى عندي معنى لأي شي بالحياة فرحي صار غير واحتفالاتي صارت غير كأنه أنا إنسان مش نفسه أو تغيرت من الداخل في شي فيه كتير عم بيوجعني وفي ناس بتقلي ما بقى فرقان مع شي بد دل عم بتوجع قررت عيشه إنسى وفي ناس بتفكر إذا دولتي مش سألان إليه أنا بدي أسأل حقه إني كون عم بعيش وفي ناس قررت تغادر البلد بعد التفجير وبتقلي صوت التفجير ملاحقني وين ما كان وفي ناس قررت تطوي الصفحة وتهاجر وتنسى كل شي بيربطة بلبنان وفي ناس مصرة تبقى لإخر نفس وفي ناس حاسة حالة علقانة بالنص ما قادرة تعمل شي بس هيك عايشة لتعيش وفي ناس بيهاجز دايم خوفا على حالة على مستقبلها على مستقبل ولادة عم بتخطي تتهاجر وفي ناس خايفة هاجر لأنه بتقول خارج لبنان يمكن مش أحسن مش أفضل ما بقى في ضمانة ولا بأي مكان وفي ناس من الأساس ما فرقانة معا شي وآخر هم ما كل شي يمكن عن قصد ويمكن حالة نكران قادرة استوعب وإفهم كل حدا وحكاية كل حدا ولا حتى بقارن حدا بالتاني لأنه كل حدا مجموعة حكايات وصدمات وقدرة على التأقلم وعالتخطي وكل حدا وعي مختلف بسمع للناس بالجلسات كل حدا بيخبرني بس ارجع معه لورا كيف عاش التفجير وشو شعر وكيف بعدين صار عم بيحاول كف حياته بسمع كتير أراء مختلفة وهيدا بيدل إنه عن جد مش كلنا مثل بعضنا وما فينا نكون عم نعمم بس كنا عم نطلع على المشهد العام في لبنان وفي ناس مقصومة سياسيا وطائفيا وقاعدة كل نهار ترمي على بعض اتهامات وتشمد ببعضا وإنتو بتستاهلوا هيك وإنتو حق عليكن هيك ونحنا هيك وإنتو هيك وإنتو ما بتشبهونا ونحنا ما بنشبهكون وإنتو مش واجه لبنان لأ نحنا واجه لبنان نحنا اللي حربنا ولي عملنا ولي حافظنا لأ نحنا اللي عملنا إنتو الخونا اللي بيعين البلد لأ إنتو اللي خونا هيك كل نهار فوتوا خمس دقايق على تويتر أو اللي صار معروف بأكس هلأ أو حضره ثلاث دقايق برنامج سياسي بتسمعوا كل هول الاتهامات لبعض وقبل الأربع قاب بكم يوم أو خلال بداية الأسبوع الماضي كانت أصلاً بديت توزيع الاتهامات على السوشال ميديا في ناس بتسألني طيب مين معه حق؟ جوابي بكل بساطة كل حدم بوعي وبطاقة ببرمجات ما فيني كون عم بحكم على ولا أي حدم أكيد الانكسام اللي ساير مش حلو بس هو مش جديد وهو نتاج كل هالسنوات وشو حق أنت الحروب داخل القلوب؟ من هيك عم بقول نحنا منطقة بدأت نضيف طائع عميق جداً جداً وهالشي ما رح يصير إلا وقت نختار ننظر جواتنا وتجي لحظة الوعي اللي منقرر من خلالها نخرج من دائرة الأنماط والمعتقادات اللي تربينا عليها ونختار الخروج من دائرة التعصب والكرهية ومش إذا أهلنا وضيعتنا وطايفتنا وعشرتنا هيك ونحنا حاسين إنه لأ في شي غلط في شي غير صحيح نحنا كمان لازم نكون عم نتبع ونلام أو نخاف إذا ما كنا عم نتبع إذا شايفين الغلط والانقسام عنا دوماً الخيار أنه نكون نحنا عم نرفض التبعية ونكون التغيير ونخلق تغيير بتربيتنا لأطفالنا على الإنسانية وعلى الامتنان وعلى الانتماء للأرض فينا نكون عم نحافظ على تقاليدنا وعاداتنا وعباداتنا بس نكون من مكان روحاني وإنساني من مكان حب نقي مش من مكان إيغو وبرمجات وتبعية وكرهية وانكسام من أول يوم صار التفجير الناس أكدت ووكدت أنه ما رح يصير فيه تحقيق ورح يطير التحقيق وما بحنايتنا بنوصل لأي نتيجة أو أي تحقيق بالبنان وهيدا اللي صار أكيد صار لاتفاقات سياسية واللي هي مراية لخيارات ووعي الشعب من اللحظة الأولى بخيارة تبعية بدل الفردية والإنسانية فيه ناس رح تقول إنه لأ نحنا كلنا بدنا العدالة وبدنا التحقيق بس خلينا نفوت أكتر على القلوب من جوة كل حدا مننا كيف عم بيحكي وكيف عم بيفكر ناخد هيك لحظة صدق مع حالنا ونشوف قدي بعد فيه انكسامات داخلنا يمكن بدنا كتير لنوصل لهالمرحلة بس فيه وعي عم بشوفه من حولي قليل بس فيه وعي خلال الأسبوع الماضي في جملة الكل كان عم بيستخدمها ويعملها شير على السوشال ميديا مرح نسامح رح نتذكر وما رح نسامح تم استخدمها باللغة الإنجليزية واللغة العربية بفهم أكيد واجعوا لوعة الجميع وبفهم المسامحة بده كتير وقت وما بتجي هيك بلحظة خاصة إذا بعد ما فيه أجوبة ولا اعتزار والقلم بعده والجرح بعده كتير عم بينز بس تراكم عدم المسامحة عبر كل الحروب اللي مرينا فيها على هيد الأرض بهيد المنطقة كمان وصلنا لهون إذا ما قادر الناس تسامح هلا وبفهم هيدا شي كتير منيح على القليل ما نكون عم نأكد إنه ما بدنا نسامح أو ما رح نسامح خلينا نترك مساحة مفتوحة لأنه كل شي قابل للتغيير بالحياة يمكن الناس اللي رحلة وبفهمها كتير منيح اللي رحلة أهل وأطفال وشباب وتبدلت كل حياتها وصار فيه إهمال بعمليات الإنقال وهو من الأساس فيه إهمال ودى لهيدا التفجير بعرف مش سهل عليهم أبداً ولا عم بحط أي ضغط أكيد فينا ما ننسى وحقنا ما نكون عم ننسى وما رح تنمحها هيدا الصور من ذاكرتنا بس ممكن شوي شوي نتحرر من الطاقة الكبيرة والتقيلة المرتبطة بالمشهد وبالصوت الخاص بالتفجير وشو نترج بعد التفجير فولا مرة بحياتنا نختار أنه نأكد نهاية حتمية للإشياء لأنه نحن بتطور دائم دماغنا بتطور نفسيتنا روحنا كلنا عنا قابلية أن نكون عم نتغير ونشتغل على حالنا بالحياة مش نكون عم نعطيون حق أو نعزرون أو كل من تسبب نتيجة الأهمال والتواطق والتستير عن كل المواد اللي كانت موجودة كيف ما كانت حالة التفجير اللي صارت أكيد في عنده المسئولية ويمكن لحظة اللي بيعترفوا بهيدا المسئولية بيعتراحوا وبيبلش يمكن يساعد أنه نكون عم نتحرر من الضغط ومن الاحتئان لأنه اللي صار أكيد سبب احتئان داخل كل حدا أنه الناس ببيوتها بالمكان الآمن بمكان شغلة ببيتها طارت من بيتها وقت التفجير صار بعد كم يوم تواصلت معي السيدة المسئولة عن سنتر مركز للتشافة اسمه وينغز بشتغل فيه أنا حاليا بعد جلسات استشارة وعلاج بالطاقة وصيركل أو هيك حلقات للنساء والسيدات تواصلت معي إذا فيه انزل على المنطقة لأنه هي موجودة بمنطقة مرمخايل بمكان محازي جدا للمرفق محل مصار التفجير طلبت مني إذا فيه انزل لكون عم بسمع للعالم أو كون عم بقض مع الأطفال اعتذرت منها وقلت له أبدا مني قادرة اجتمعت أنا وياها قبل تقريبا شي شهر وشوي بحزيران بشهر ستة 2020 كانت بعدها عم بتصمم المكان وعم بيشتغلوا فيه كتصميم داخلي لكن أنا عم بيشتغل معهم تحت واتفقنا على كل شي ولكن بعد شهر ونص تقريبا طلع التفجير وراح المكان كله ورجع من البداية عم بيشتغلوا كانوا فيه شوي شوي فوقت أطلع بتمنى ما قادرت تكون عم بنزل واعتذرت قلت له رح أكون عم ببعض مثل ما كنت عم بعموا اليوميا نطاقض حب من قلبي بس أنا كنت بحاجة من جوا كل شي خضني فيه التفجير كون أنا عم بيشتغل عليه لكون صادقة وحقيقية وبعد فترة من بعد ما اشتغلوا على المكان وتم ترميمه كمانا تواصلت معي كلمال ارجع ابدأ شغل معهم وما قدرت لظروفي أنا الشخصية والعائلية رجعنا اتفقنا بعد فترة تانية رجع كمانا صار شي عرقة للشغل ومع أواخر الـ 2022 اتفقت أنا وياها وحطينا تواريخ وعشرين امتين بدي كون أنا رح أبدأ أعطي ورشات عمل وأعطي جلسات وكل القصص اللي متفقين عليها اجه الزلزال بالشتوية غير كل شي وأنا انخضيت كتير من الداخل واعتذرت منها مرة يمكن شي رابعة أو خمسة لا فعليا بشهر ستة 2023 اقدرت ارجع ابدأ معا من جديد وكون عن جد عم بشتغل بهيدا المكان وكون عم بعت فيه كل شي خاصة بالطاق أخذ الموضوع ثلاث سنين على الأد لأنه فعليا كل شي بيصير بوقته الحقيقة وأنا كنت يمكن بحاجة يكون عم بشتغل على كتير اشي جويت قبل ما يكون بهيدا المكان مع أنه كتعطول أعطي ورشات عمل كتعطول أعطي جلسات بس كان في شي بحاجة أنا كمان أشتغل عليه خاصه بالتفجير وهلأ مؤخرا بآخر فترة يعني من شهر ستة لا مش من زمان كنت تقريبا عم بنزل كل أسبوع أو قات كل يوم بكل مرة كنت عم بقطع فيها بكل شوارع هيدا المنطقة عم بتطلع عن قريب على بنايات بعض قيد الترميم على بنايات أو شقق سكنية بعض مدمرة أو محلات كانت كتير كبيرة ومشهورة عم بتطلع على كل زاوية وعم بحس قدي بعض الطاقة فيها ألم في قصص أنا كتير أخد لوقت لقدر أنزل على المنطقة لتحت وكون عم بتطلع عليها وأنا وماشي فيها كل يوم أو كنت بالسيارة أو كنت عم بتمشرة بصير هيك من قلبي عم بحط حب وعم ببعض طاقة حب لكل بناية ولكل جدار ولكل إنسان ولكل وجع وقلم عم بحسه طائيا بهيدا الشارع كله سوى من أوله لآخره فالتغيير من كونه نحنا بالحياة كيف منختار نتشافة وننظيف ونكون نحنا عم نعيش بشكل حقيقي أوقات بلاحظات الصدمة بالخوف ما منقدر نتطلع على الأشياء متل ما هي متل ما قطع طلبت مني أنزل وأنا ما كنت قادرة أنزل وكنت عم بتجنب شوف المشاهد لأنه ما كنت جاهزة من الداخل وحتى بس رجعنا حطينا كذا موعد كنت بعدني ماني جاهزة بس صرت جاهزة تيسر كل شي ومش الحال وكنت بحاجة فعليا يمكن اللي طلع بالتفجير وبعد التفجير من داخلي قصة أمات عيشتها بالحروب وجزء منك تنفكرة أن منطفتها رجع طلع منا ومن بعدها كتير إشياء رجع إجاز زلزال وطلع كمانا كتير إشياء فنحنا منضلنا بمراحل تنظيف وبتصير قصص بحياتنا وخضات عم نشوفها على مستوى البلد وكل المنطقة لتساعدنا نكون نحنا عم نعمل الدور اللي جايين نعمله نكون نحنا يمكن عم نغير جايين من عائلة كان فيها كتير قصص يمكن كانت مشاركة بالحرب يمكن كان في عندها تعصب يمكن كانت منفتحة يمكن ما بعرف كل حدا بجاي من عائلة وعنده قصة وحكاية في دور لكل حدا منا شو بدي يكون بهيدا العائلة ضمن هيدا المجموعة ضمن هيدا البيئة وكيف يكون بنفسه أو بنفسها التغيير اللي نحنا بحاجة نشوفه من هاك وقت الناس بتصرخ للثورات وبتقول انه خذلتنا الثورات بالبنان عطول بقول خلي كل حدا منا يشتغل على حاله بالداخل نطلع هالغضب وهالحزن وهالخوف وهالخذلين اللي عنا يه ونتطلع عليه ونشفيهم واحدة ووحدة وناخذ كل الوقت اللي بي حاجة لقلو ونكون نحنا الوحدة اللي بدنا يها تكون موجودة انا كيف عم بعيش اليوم حياتي كيف اخترت اظهر من التعصب ومن الانكسام لان ربيت بهيدا الجو هالقد كان الوعي كمان بالجو اللي كنت فيه كان هالقد الوعي كان كل حدا خيف على حاله بالحرب كان فيه كل حدا عنده افكار براسه وراسه مكبر له الافكار وراسنا عم بيحط لنا مخاوف اكتر واكتر كل حدا كان مسكر على حاله بس خياري كان انه انا ما كون عم بنصاع لهالموجة ولهالانكسام ولهالكراهية ولهالخوف من الاخر وكون اكتر عم بقرب لعند الطرف الاخر ليهو مريتي وكون انا عم بتعرف وعم شوفه وعم بنفتح من هيك بضل نقول كل حدا مننا عنده الخيار ولا مرة نحط حجة انه لا ما رح يصير فيه تغيير بلبنان لا ما بتتغير الاشي اللي صار هيك وصار هيك كل هولة نحنا عم نحطه نقعزار لنظلنا قاعدين بالcomfort زون بس فيه مسئولية على كل واحد مننا هيدا الشي فينا نكون نحنا عم نعيد النظر فيه من بعد أربعة بضل ما نكون قاعدين على السوشال ميديا عم نقوص على بعض ميم معه حق ميم معه حق التغيير هو كيف انا وزوجي عم نربي بنتنا على الانسانية وعلى الروحانية الحقيقية مش على الانتماء وعلى التبعية ولو نحنا من بيقتين مختلفتين اللي بيجمعنا هو الحب والانسانية وهيدا اللي عم نختار نكون عم نربي بنتنا عليه بيخد النظر هي شو رح تختار بس تكبر بس عم نحط فيها جذور الحب والانتماء للأرض والانتماء للحب هيدا اللي بيخليها على خبق على كبر تكون قراراتها واعية وهي شو هيكونوا خياراتها بالحياة هيدا حق قلق له بس مش نحنا نكون عم نقرر عن أطفالنا بس هيك مما كان تعصب ولأنه هيك لازم أو مما كان خوف التغيير كيف كل يوم أنا بيشتغل على حالي كيف عم بساعد الناس تتقبل حالة وتحب حالة وتتصالح مع كل شي صار لا تعيش مرتاحة مع حالة ضمن عائلتها وشغلة وولادة وأرضة بس شوف الناس كيف عم بتسوق على الطريقة وكيف عم بتقود سيارتها وعم بتصرخ على بعضها وما حدا بيحمل كلمة ما حدا بينتر حدا ببعض حب لداخلي وين في أنا غضب جوتي وبفهم من جهة تانية قد الناس بحاجة تتحرر وتفرغ الغضب اللي جواتها نتيجة كل شي عاشته بالحروب ومن صدمات ومن توتر وخوف وخاصة بآخر ثلاث سنين نحنا على طول منشعر أنه بدنا نحاسي بدنا العدالة وهيدا حق لكل حدا نضرر من أي شي صار بلبنان وخاصة بعد أربع أب بس كمان مهم نتذكر إذا اليوم نختار نتحمل مسئولية حياتنا وكلماتنا ونوينا وكيف عم نعيش ولا شو ولا مين عم نرويج ونصفق وعلى مين بعدنا عم ندافع وبأي أنكسام نحنا عم ننجر ونقبل نخرج من الدائرة المغلقة شغلنا الفرد بيتحول لوعي جماعي جديد ولواقع أفضل ولسلام فعائل أكتر المحاسبة والعدالة هي كارما كل شخص سكت وتستر وشارك وتهرب من المسئولية وهرب حتى يمكن خارج البلد يمكن يوما ما يوعوا ويعتذروا ويصلحوا ويمكن لأ الاعتذار ضروري أكيد بالحياة والمحاسبة مهمة تعطينا أمان بس ما نضلنا كل حياتنا نطرين بحقد وبكرهية ومنصير عملا أنه راح جزء كبير من عمرنا نحنا تعبانين وموجوعين وحتى جسمنا تعبان نتيجة كل هالمشاعر اللي المحتقنة الموجودة داخلنا نختار التشافي من اللي صار على مهلنا شوي شوي بحب لنوصل للمرحلة اللي بتساعدنا نكون عم نتحرر من الألم والغضب وبعدها كل شي بيكون عم بيتغير طاقة حب كبيرة مني للجميع يمكن هيدا قصة من لبنان بس بكل بلد في قصة وفي كارثة وفي حرب وفي تفجير صاروا وعم بيصيروا بعضون يمكن لليوم وعم بينتج عنه نفس النتائج من هيك اليوم عم ببعط طاقة حب وسلام لبيروت ولكل مدينة وقرية وحية وشارع بلبنان وخارج لبنان عانى وعم بعانى خلينا نختار نقعد مع حالنا مع ألمنا نفهمه نسمح له يتشافه هيدا فعليا اللي رح يساعدنا نخرج مش بس من الانكسام حتى من وعي الضحية والاستسلام خلينا نخلق مساحة آمنة لكل مين بعده موجوع عم بيتقلم وتضرر جسديا ونفسيا ومعنويا وماديا وما نفرد شي على أي حدا بس نكون عم نسمعلون وبس نحنا نكون عم نعيش ضمن طاقتنا الواعية والحقيقية وإذا غيرنا مش جاهزة تشافة نحنا حاسين حالنا جاهزين ونحنا عم نتشافة ما نكون عم نساعد طاقيا ونختار ما نشجع الكراهية والانتقام والشفقة والثنب طاقت حب كبيرة الكن اهتموا بحالكن حطدنوا واجعكن وقلمكن اللي صار يوم أربع قاب بعد أربع قاب أو يمكن من قصص قديمة حركة تفجير أربع قاب يمكن أنتوا لبنانية أو غير لبنانية خارج لبنان حتى المشاهد بحد ذاتها حركت أشياء حروب أو انفجارات أو مشاكل عايشينها بالمحلات اللي كنتوا فيها بطفولتكن يمكن أهليكن عيشوها يمكن أسلافكن عيشوها إذا هيدا الشي بعدو تارك أثر جواتكن وحاسين بغضب وبخوف وباحتقان تسمحوا لحالكن تقعدوا معوه شوي شوي وتطلعوا على كل هالأوجاع برأفة وتختاروا الوعي والتشافي طاقت حب كبيرة مني لقلكون ولقون الأسبوع القادم بحلقة جديدة ترجمة نانسي قنقر